أعلنت أمس الفنانة والأيقونة حسن البشارية عن طرح ألبومها الجديد الذي حمل عنوان ألوان الصحراء الألبوم ضم ستة أغاني منها الجزائري الوردة وشبان بلادي ويا رسول الله وقد أعلنت الفنانة عن طرح الألبوم بحضور أسرة الفنية والإعلامية كما أدت الفنانة رفقة فرقة لما البشارية أغاني من الألبوم من أجل الحاضر تغطية كانت لسامي مازوني هذه السنين لم أدرت الألبوم من دمي أما مدرت أول الألبوم هني فرحانا بألوان الصحراء إن شاء الله يعجب جمهور ويفرحوا به ونفرح به كتر من حياتي قال أنا فرحانا بزاف قلوك علىه تشحوا ما سجلت أنا وين راها وسجلت في فرنسا ملغ هالما ما كتبش الله باش يخرج أنا جي غاجوتي عن كوته أم بو مودير يعني لسانسترومون الحيين لدزتهم من بعد يعني أنا أورجيستري هي دخلت راحة البشار وحنا نتخافي يسغل الألبوم دي في رامو مع أنتا أنا بخي لي بخيز طلعنا عليهم حاجات جدد أنا يسي يدوشي أم بلستيل رامو تنطنس دوكا درنا ومش ما يخرجناش للألبوم قاع كيف كيف أنا سي يدفيرانسي شاك شانسون اليوم رأنا في قاعتي بن زيدون بمناسبة إصدار ألبوم الجديد لحسن البشارية ونتمنى إن شاء الله قاع اللي عرضناهم يجوا يحضروا وغضوا إن شاء الله دعوة عامة تقيت الألبوم جديد مانيفيك كم دابيتود بيانسور تفكرنا تجور في الوريجناليتي تعالى ميزيك الجريان صحراوي تيندي لذلك أعتقد أنه مميزيك جديد ويعطيها الصحراء لذلك جيدة ميزيك أعنى الغنوانية تعالى أولاد البلد وهي معروفة على كل حال سا شانج وان بس توحشناها عدنا بزا ما شفناهج لذلك سا ما فان تريد قليزير لأتخلا وعلى سير اسم الألبوم ألوان الصحراء تقول حسن البشارية إن العنوان جاء خل نزولها ضيفة على قناة النهار ألوان الصحراء أنا درتها الصحراء لزمورة في قلبي الصحراء غير صحراء كيمشينا النهار واحد البنية كان دي لأنتربيو قلت لقلتي واش درسي الألبوم كم وجي تسميه؟ قلت لزيديه ألوان الصحراء هي أعطاتها لي لأكسترها لقل جاني ألوان الصحراء درتها ألوان